اشتركوا في القناة اللي هي ترجمتها هجوم مخادعة او هجوم مباغت نسبة للضربة الاخيرة والخدعة الاخيرة لنفذتها بيك مع المارليونز الحلقة حلوة واقعها سريع يمكن باستثناء الرحلة بتاعت ايرن اللي خدها في الاخر في الزومبي مود وهو بيتوجه لزيك بس دي من المتوقع انها تطول لان نسبة الدراما فيها مرتفعة والاحتراق فيها لازم يكون بطيء فيها تقلبات لمواقف عدد من الشخصيات اخيرا بنشوف جابي بتغير موقفها بنشوف تحول كامل في موقف الحرس القديم بتاعنا تماشيا مع النظرية الجديدة بتاعت ارمن وبنقترب اكتر واكتر من لحظة كلنا منتظرنها لحظة اجتماع ايرن معزيك اللي يمكن انا كنت متصور ان احنا هنطول شوية عقبال ما نشوفها ولسه طبعا ممكن نطول شوية عقبال ما نشوفها بس عنوان الحلقة القادمة بيعد باننا احتمال نشوفها بسرعة وفي الحالة دي احتمال الفصول القادمة في الموسم لو كانوا اكتر من فصلوا يكونوا حاجة محدش توقعها المهم بخصوص انطباعي انا فهو ايجابي بكل تأكيد ويلا بينا نفسص بنبتدي من حيث انتهينا في الحلقة السابقة وهي النظرية الجديدة بتاعت ارمن لا مش هننخدع خرعة البنطلون تاني لو ايرن فعلا بيجدب هتفضل معنا نقطة الصداع ده اللي الحلقات مصممة انها تفكرنا بيها ودي ممكن تكون مقدمة لحاجة مهمة لا يا ارمن يا اخوي انا مش مصدق تعرف ان في موقف معين طول اكتر من اللازم لما بقي الشخصيات اللي فيه تبتدي تتخنق كل دي مؤخرا بس طبعا هو قبل كده كان من زعماء الهيستيريا تقديم جيد للصراع لعند جون وتطور احساسه تجاه ايرن حلو جدا الحقيقة فاحنا شبه بنتفق ان احنا عوزين نساعده عشان نبقى نضربه بعد كده ماشي من الحاجات العجباني جدا في الموسم ده ان اخيرا الشخصيات بتسأل الاسئلة الصح في الموسم السابقة كنت بتضايق من ان الاسئلة المهمة تكون قدامهم وهما يتحاشوها متعمدين لكن المرة دي فعلا اهم سؤال لو عنده خطة تانية بيدفعنا بعيد عنه ليه خطة لاسي دي الحرية ومفهومها من منظور ايرن من الثيمز المهمة جدا في الموسم ده نظرية جديدة جات في دماغ ارمن من الواضح انها صادمة محزنة قرر يحتفظ بيها لنفسه وواضح جدا اثرها في عناه ايه ميول لاحتمالية ان خطة ايرن تكون انتحارية هل فعلا هيبقى في فرصة انكم تسألوه هو السلم ده هيخلص امت عودة مرة اخرى لارض المعركة مرة تانية مع حاجات شفناها في الحلقة اللي فاتت الصارخة اللي ما كناش عارفين معناها في الحلقة اللي فاتت طلعت استدعاء جديد مرة اخرى لقدرات العملاق المطرقة واسرار على القتال على ما يبدو انه يحارب من اجل الحرية يا عزيزي راينر والجرع ده كل شوية يجري لاخر المدينة وبعدين يلف ويرجع ياخد في وشه ويروح لاخر المدينة تاني راينر مكرر شوية على مدار الحلقتين دول بعد غياب طويل اخيرا بنشوف ايرن وهو جوال عملاق بس برضو للمرة التانية على التوالي في الحلقة دي ما بنشوفش تصريح منه او حتى تعبير على وشه يعبر عن نواياه اخلع يا اللي بتخلع دخول مفاجئ فائق الروع كل الشخصيات فاتح بقها من المفاجئة ده فاتح بقه عشان اتخلع عادي يا الحمد لله بالسلام تواجد في المكان المتفق عليه جمد اوي الجملة دي سبع دقايق تقريبا لحد التتر المقدمة طويلة اوي المرة دي اول تصرف عدائي عيني عينك من زي اكتجاه المارلينز خلصنا على الهجوم الجوي وعطلنا بيك بدأ رحلته في الدقيقة تسعة وتلاتين ثانية خد تلاتاشر دقيقة في الطريق تقريبا ليف دا تايتنز تو دا تايتنز صوت العقل والله الانطلاق في محاولة انقاذ فالكو بتفكركم بحد جابي في المشهد ده حد كده كان دايما متوقع حاجات كبيرة من نفسه ودايما محبط في اداءه لابس اليونيفورم بتاع المصابين خط تهديد في منتهى الاهمية زيك لو رقع بالصوت الناس دي كلها هتتحول السلم خلص يا ما انت كريم يا راب يجريستس اول مرة اخد بالي من التعبير ده انا فجأة او بضم مقدمات بقيه بحب الراجل ده جدا محاولة الحفاظ على ماء الوجه بانه هو يقول انا كنت بتخانق مع دب دي جميل ده جدا حلوة اوي تقسيم الاطراف والفرق احنا عندنا ناس كتير اوي على نفس الجانب بس من جوة منقسمين لمجموعات كتير ميكاسة انليشت مرة اخرى بقالها كتير عطلانة عايزين نزفر الماتوا بقى يا اخت ميكاسة من فضلك ترك الكوفية او الشال او الوشاح ده ممكن يكون علامة انها الاول مرة بتندفع لانقاذ ايرن ولكن مش بدافع الحب احلى لوحة من الحلقة بكل تأكيد في رأيه تذكير بهاول اللحظة اللحظة اللي هتغير مجريات التاريخ ركزت المرة دي في الشاشة دي وانا بتفرج لا اول مرة ملقيتش حاجة مفيدة قوي انا يمكن اغير رأيه اللوحة دي برضو جامدة جدا شفت الراجل الاصيل جون اول حاجة فكر فيها ان لو زيك هنا يبقى ليه فا يواجه حاجة مش كويسة تحالف الاعداء من اجل المصلحة المشتركة واعلاء مبدأ عدو عدوي يبقى صديقي بكره المبدأ ده جدا على فكرة ده تعبير عن الاندهاش ولا هترجع ولا اينا هي البندقية المضادة للعملقة دي ظهرت قبل كده تم تقدمها قبل كده يعني انا حقيقي مش فكرة الحلقة دي مليانة لحظات سنتمنتة للحقيقة لحظة مهمة جدا دي كمان ادراك جابي انها الاول مرة وفقت في العدو المرحلة التالية في التطور طلع الطفلة وعندها احساسها واخيرا يكتمل التحول اشارة مجددا للتضارب والتنقض اللي بيخوضوا راينا الرغم انه في الحلقتين دول ما بنش على السطح قوي العودة في كل فرصة ممكنة للاشارات الخاصة بالحرية الاشارة هنا التحرر جابي من افكارها السابقة القفص تفتح ده بالمرة يعني على الماشي كده بقول لكم حلقة مليئة باللحظات العاطفية ليه بيقول لها كده لانها قد تكون الفرصة الاخيرة الحرية التمرض مسامحة النفس دي حاجة كده ممكن نعتبرها في الليفل اللي احنا جواه ان موقف زيك ممكن يختلف لو عرف ان فالكو شرب الواين تاني وشاح بيتم تركه في الحلقة والمرادي الرمزية مختلفة وان كانوا اللي اتنين اصلهم هو مفهوم الحرية يبعد ياد انت هو عن اخوية السؤال بيطرح نفسه لما انت شايف الجدع بيعاني المعاناة دي كلها ما تنزل له انت يا اخي صيعة موت بقى الخطري مجموعتين من اليجريستس كل واحد فيهم فكر ان التاني هو اللي قضى على بيك ابلع ينرم تبثرة فادحة وبتمنع زيك عن انه يرمي اي حاجة تاني خلاص في الطلعة دي على الاقل يعني صيعة اوي بيك دي بردو كده التايتنس كلهم في حالة مزرية ما لاحزتش الموضوع ده مبارح نقطة الالتقاء هي نقطة الفجوة اللي سدها ايرن قبل كده ايرن مصمم على الوصول المارليونز مصممين على منع اللقاء زيك بيلفظ انفاسه الاخيرة فالكو جابي بيحاولوا يلحقوا زيك قبل ما يصرخ لا نكمل دلوقتي نكمل دلوقتي المرة دي بناءا على نصحتكم شفت تيتر النهاية كاملا وحقيقي حلو جدا فعلا عنوان الحلقة القادمة هو الاخوين ده اللي بيديني انطباع ان نسخة كل واحد منهم من الخطة قد تحسن في الحلقة القادمة وده شيء جامد جدا ان فعلا اللي احنا متصورين ان احنا هنقضي فيه الموسم كله يتم حسمه سريعا وبعدين نبتدي فصول ما كانش حد متوقعة مرحلة ما بعد اللي حيتم سواء كان الرومبلينج او خطة القتل الرحيم او حاجة ثالثة محدش توقعها اصلا الحلقة دي مليانة جدا غنية جدا لحظتها الملحمية كتير ولحظتها العاطفية كتير التغير الواضح في مواقف عدد من الشخصيات المهمة وبصريا حتى انا احترت عشان اختار لوحتي المفضلة من الحلقة انا شخصيا حبيت الحلقة دي اكتر من اللي فاتت وتقييمي لها هو 9 من 10 ده رأي وانطباعاتي وتقييمي الاهم منهم هو رأيكم وانطباعاتكم وتقييمكم ياريت شاركوا بيوم في الكومنتز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاركوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجاهلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي